الموضوع عن نمر تاجر يهلا بالكل بقناة خزامي 23 رسامة مرام 23 أولا ما قبل كل شيء يريد أن ننوه أن كل ما كنت متوفر في ضغة الانترنت الواسع الكبير وإذا أحببتم تحصلوا على المزيد من معلومات أرجاء قوموا بدوركم في البحث في النهاية مهما العقول تبينت فيما ترى طبق القلوب ويودها دوما تفي هم أن رأيك غير رأيه يا أخي ما شأنه ودن بيننا أن يختفي ببدأ الحين أنا من أين أستلهم رسوماتي رسوماتي مستلهمة في العادة من الطبيعة والحيوانات الكتب والقصص والروايات الكلام اليومي مع البشر وغيرها وأحيانا من أحلامي اللي يسألوني ويحبوني تعلمون نوعية الرسم واسروا بالرسم اللي أرسموا حالة زوجة تدافع الرسم في ناس ترسم المتعداتية بالرسم في ناس تقضي وقت بالرسم في ناس أخذتها كمصدر الرزق وفي ناس أخذتها لكليس وانيس إنهم فحددوا أنتم إيش بالضط وحاولوا تحصلوا أدافع بأنوه إنه لازم تبنوه بنفسكم ابنوه بنفسكم لأنه هذا الأمر ذاتي حتى لو بسع عندكم قلم ورصاص فقط وورقة لو بغيتوا تكونوا رسمة جميلة بالورقة وقلم ورصاص تقدروا تكونوا أهم شيء وقبل كل شيء التكرار المستمر والممارسة علشان العقل الباطني والعقل الواعي يستوعب إنه لكم وقت معين بالرسم وأنكم تحبون هذا الأمر يلي هو بين قوسين الرسم احبوا الحاقة اللي تسوونها ووقعدوا تدابع والاستمرار بالرسم ورح تحصلوا أسلوبكم المميز والمتفرد الاستمرارية خير العمل أدوامه وإنقل أسلوبكم ورح تحصلوا أسلوبكم المميز والمتفرد بالرسم بعد ما تمرنوا يدكم على الرسم وتضيلوا وظهار مناطق الضوء والغمقان والقوة وللرسم أنواع وألوان وأشكال ومدارس لو بغيته أشرح الزيادة أكتبه بخانة التعليقات شكرا اليوم رح أشرح لينيش رسمت النمر وإش معناه النمر تشمل مقازية النمر ومعانيها القوة والمكر والجلالة والاستقلال بالخلول نظرا لأن موطنها الأصلي في أنسيا وسيبيريا وروسيا تظهر النمر في الأساطير وفوركورب في العديد من الثقافات في جميع أنحاء هذه المناطق بالإضافة لذلك يعتبر حيوان النمر شخصية مهمة في المعتقدات الروحية للسكان المحنين في هذه المناطق وغيرهم من ناس حول العالم وغيرهم من ناس حول العالم النمر الجاري الغضوع بصفته المفترس الأعلى لنميقالهم في أن النمر هو رمز موقع القوة والجانب البشر والنمر الأخرى لا يوجد منافس الأمور في بيئته طبيعيزا ما يقرب من ألف رطل وهو أكبر قطة ولديه واحد من أقوى العظاة في مملكة الحيوانات يبذل في الكوكام القوية وأقوى حتى من أسد عنده 640 رطل لكل بوصة مربعة أكثر من ألف رطل لكل بوصة مربعة لذلك النمر هو توطم مفيد عندما تحتاج إلى الشعور بالقوة في حياتك أو حتى في موقف محدد التوطم هو كان ملوحي وكان مقدس أو رمز يعمل كان مجنوع من الناس مثل عائلة أو عشيرة أو سلالة أو قبيلة كما هو الحال في نظام عشيرة الماكرة في المقام الأول الليلي النمر كان الليلي النمر معروف بأنه صياد مضخفي النمر حيوان مستقل في الواقع هم أكثر مراوغة من الأسود الذين يعيشون في مجموعات عائلية كبيرة تسمى الفخر النمر يصطاد ويعيش به الرجل ويفكر بسبب هذه السمات فإنها ترمز الأدهاء والمكر تذكرك روح النمر بأن كونك في كتاب ذكي ومتبع بعد الحشد لن يأخذك إلا بعيداً من ناحية أخرى إن كونك ذكياً في الشارع هو مفتاح البقى والنقاح يذكرك النمر إنه يقب عليك دائماً حساب قطواتك التالية بعبارة أخرى لا تنتظر حدوث الحياة لك بدء من ذلك يقع الحياة تحدث ثقة بسبب وضعهم الذي لا مثيل له ينضق النمر بالثقة في مقاله هم أيضاً رمزاً للقوة والشقعة والثقة يذكرك حيوان النمر القوي إنه حتى لو لم تشعر بالثقة في موقف معين فلا يزال بإمكانك التصرف كما لو كنت كذلك ثقب نفسك وسيء من الآخرون بك قلالة في الصين واليابان يذكرك رمز الأبقدي للملك بخطوط النمر ولا سيمة العلامات الموجودة على جبين النمر نظراً لأن النمر هي الحيوانات المبترسة وعيسية في مناطقها في أن النمر تعتبر ملك جميع الحيوانات بالإضافة لذلك في أنه يحمل من فقر الملكي ويحظون بإحترام البشر والحيوانات على حد سواء هذا هو السبب في أن رموز قلالة والنبل استقلال النمر حيوانات متفردة منفردة تجمع في قتل التزاوق أو عندما تقوم الأنثى بتربية صغارها ومع ذلك بمقرد أن تصل القتلة الصغيرة النمر إلى حوالي عامين من عمر هنا تقاسب بالعيش حياة مستقلة يعتبر حيوان قوة النمر رمز المفيدة عندما تحتاج إلى الثقة لتضرب من مفردك سواء كان ذلك في مشروع إبداعي ومشروع تقاري أو حتى مشروع عاطفي حماية النمر يحمي راضيهم وبشدة وهم يحرسونها مش راسة هذه إلى قانب قوةهم البارزة هو سبق كونهم رموزا للحماية في العديد من الثقافات الأسئلة القدمية وفيك مع إنحان العالم لذلك يعتبر توطم النمر رمزا مفيدا عندما تحتاج إلى حماية حدودك سبق كانت حدودا قسدية وعاطفية ونفسية وحتى مالية يقف النمر في موقفه لا ينتسامح مع أولئك الذين فشلوا في احترام حدودهم وما هو لهم الخلود الخلود كمجازية النمر بصفته مفترسا رئيسيا يرتبط النمر بالموت ولكنه أيضا بالخلود في الواقع في بعض الثقافات الأسئلة القديمة كان ينظر للنمر على أنه متغير الشكل لديه القدر على التحول من إنسان إلى حيوان مروح مصطلح عين النمر مصطلح عين النمر الوصفة تقريبا نهائيا أو العيش على الحافة مستوحة من اللحظة التي يهاجم فيها النمر قبل لحقوم النمر تعود آذانهم إلى الوراء يتكشف عن العلامات الموجودة على مؤقرة آذانهم والذي تبدو مثل عينين كبيرتين مع وجود بقع بيضاء داخل محيط أسود ليقاف الفريسة يأتي المصطلح من فكرة أن تلك العيون هي آخر ما تراه قبل الموت بقدر ما يبذل أمر مروعا أعتقد العديد من ثقافات أنه إذا قتلت وأكلت من قبل نمر فنروحك ستعيش من خلال النمر في بعض الحالات وأيضا إذا امتطي طهر النمر لهذا السبب يعتبر قتل النمر في كثير من ثقافات محفوفا بالحيوية بعض الدول محرمة ومحظور قتلها النمر الأبيض المعنى في الطبيعة ذرع النمر هو نوع وراث نادر من نمر البنغال النموذقية قد استقل البشر المعصر النمر بيضاء بشكل مأساوي وقاموا بتربيتها لأغراض الترفيه ومع ذلك أن النمر الأبيض الطبيعي والصحي مراتيا كان مصدر لنهام ثقافات القديمة تاريخيا تضمنت مقازية النمر الأبيض الفضيلة والشقع والسلام فقال للصورة اليابانية كان النمر الأبيض المسمى بياكو كائنا سماويا خارقا للطبيعة للطبيعة كان أيضا وصيا على الغرب كان السيد ظرف السماء إذا كان الحاكم البشر الحالي فاضلا وسيقلب السلام إلى الأرض بالنسبة لكثيرين في الهند يرمز النمر إلى قوة والتقدد في الصين القديمة كان النمر يرمز إلى حماية الخير بينما كان مدمرا للشعر في تدمير الشياطين حتى يتمكن من السعود إلى السماء إلى السماء قائن إلن في الواقع في الثقافة الصينية ساعد النمر في ثقافة الصينية والآسيو الأخرى ينظر للنمر على أنه قوة روحية موازية للتنين بينما يمثل التنين الياق أو الطاقة الذكورية فإن النمر يمثل أو الطاقة الأنوثية بدون واحدا منهما يخرج إلى عالم عن التوازن مع أن النمر في روسيا يتلك السكان الأصليون في سيبيريا وشرق روسيا على النمر قصية الغابة أنهم ينظرون للنمر على نور واقية تحافظ على صحة الغابة وتوازن طبيعة النمر التوطم يلقص التوطم الحيواني القوي الوقائي للحيوان الذي يمثله بتعرف أن التوطم النمر يمثل رمزة مفين اللي يظهر قوة الثقوة لاستقلال في حياتك يعتبر توطم النمر أيضا رمزة مفينة عندما تريد كسب احترام الآخرين وإثبات حقك المكتسب أن تكون في مكانك الحالي تصميم النمر معنى القطعة الفنية الرسمية لنمر تصميم النمر قطعة فنية رسالة تصميم النمر قطعة فنية رسالة قوية للعالم لأن النمر يلسد لكثير من الصفات المهيبة بالطبع تعتبر قطعة الفنية التصميم شخصية للغاية بالنسبة للشخص الذي يمتلكها والذي يرسمها وكيف سيقوم فنانه وتصميم القطعة الفنية للنمر سيتحدث عن مقلداتهم وعن ماذا قاموا عن ماذا قاموا بالتفكير في تلك اللحظة على سبيل المثال يمكن النمر أن تكون شرسة ومحبوبة يمكن أن يظهر اسم النمر مريح في حالة الراحة للعالم أنك قد وصلت لقد وصلت إلى المستوى من السيطرة على نفسك أو عواطفك أو حياتك المهنية أو أي مقال آخر من حياتك وبالمقارنة يمكن تظهر قطعة فنية تصميمية للنمر مزمقر أنك مستقل وبالشتاء وتحمي حدودك ومن تحبهم على المستوى الشخصي يمكن تظهر قطعة فنية تصميم النمر خاصة تلك التي تحتوي على تنين أنك تسعى للنسيقام في حياتك وتوازن طاقة الهينغ والهينغ نأمل أن يؤدي تعلم المزيد عن أساطر النمر ميقازية والتحبيرية إلى أطفاء معنا إضافي على التصميم والقطع الفنية الخاصة بك شكراً على المشاهدة نحن قام بالفيديو وتعليق جميل ومشاركة الفيديو وشكراً لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة